اشتركوا في القناة الناقلة له حلقة النهاردة ميزة جدا جدا هعرفكم من خلالها ازاي بنهزف تردد او مجموعة ترددات بالنسبة لرسيفر سمارت ساعة تلاتة اربعة وكل الاجهزة شبيهة اي رسيفر هيحتوي على نفس المينيو اللي قدام حضرتكم انا هتعمل معنا بنفس الخطوات عشان نهزف من عندنا اي تردد ملوش لازمة او التردد بالنسبة للخنوات اللي افل عمدي على الجهاز والخنوات اللي معدلاش اشارة او اي تردد انا مش محتاجة على الرسيفر بكل خنواته بترى سهل جدا ان ارضى عرفكم ازاي نهزف التردد او مجموعة ترددات بكامل خنواته والحلقات اللي فاتت كنت اتكلمت مع حضرتكم عن طريقة برمجة رسيفر سمارت سات وعرفتكم من خلال الحلقات اللي فاتت ازاي نحدث الرسيفر عن طريق البحث التلقائي او البحث الاهلي كنا هيا عشان نبحث هذا الرسيفر بنظام البحث الاهلي بنضغط من الرموت على الزرارة المينيو وعف على قائمة التركيب واضغط اوكي وبعد كده ادخل على قائمة الاخمار اضغط اوكي هايزهر معا قائمة الاخمار افعم ميل سات واضغط من الرموت على الزرارة الازرق وبعدين اختار اعدادات البحث بتاعي سواء البحث الاهلي او البحث الاوتوماتيك او البحث الاعمى وقلنا في حالة البحث التلقائي اللي هو المسح التلقائي له القناة كلها ما زهرتش معايا بالتالي ممكن نلجأ لخاصية البحث الاعمى ومن خلالها اضاف كل الترددات او كل الخناوات الجديدة من غير ما لجأ لخاصية البحث اليدوي او اضافة الترددات عن طريق البحث اليدوي يبقى عند اكتر من طريق عشان ابحث الجهاز عن طريق خاصية البحث التلقاء والبحث الاعمى والفيديو بتاعت البحث او خاصية البحث موجود داخل القناة تقدروا ترجعونه وايضا بالنسبة امراجع السرق للحلقة اللي فاتت مباشرة عرفتكم من خلالها ازاي نضاف تردد او نضاف اي خناك دي ده نزلت عندي على الراسفر بترأس هالة جدا من خلال خاصية البحث اليدوي ومراجع على السرق كل اللي بنعمله بنضغط على الزرار المينيو ونقف على كلمة تركيب ونضغط او كي وندخل على قائمة الترددات ونضغط او كي وفي حالة ما بيطلب مني كلمة سيري او رقم سيري بدخل الصفر اربع مرات او اي رقم سيري لنحافظ على الراسفر وبعد ما بدخل قائمة الترددات كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرار الاحمر وبعدين هيزهر معاي القيمة اللي من خلالها هقدر اضاف التردد واكتب التردد بالصورة سليمة عشان ازهر للاشراء بتاعته وبعد ما بتأكد من بيانات التردد بضغط على الزرار الاوكي وبالتالي التردد هنضاف معاي في قائمة الترددات واجه الخطوة اللي بعد كده وانا واقف على التردد هضغط من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي هينزل معاي التردد بكامل خانوات وبقى انا كده اضفت اي تردد او اي خاناة على الرسوفر بطريقة سهلة جدا وايضا الفيديو نفس الفيديو اللي هو بتاع اضافة التردد او الخانوات موجود داخل الخناة وتقدر ترجع له في اي وقت وكل الشرحات اللي انا بقدمها لكم سيبها لكم ان شاء الله داخل القناة تقدر ترجع له في اي وقت ومن خلالها تستفادوا لطريقة البحث او لطريقة تحديس جميع الرسوفرات وجميع عنواء شرشات العرض وجميع عنواء الاجهزة الالكترونية الموجودة في السهو بامر الله نجي بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة مميز جدا جدا من خلاله عرفكم ازاي نهزف تردد بكامل خانواته او ازاي نهزف مجموعة ترددات فحالة ما بيقفل عندك ازا تردد او كزا تردد غير اشارة في الحالة دي انا محتاج ان انا جاء اللي حاسيت حاسف التردد بجامل خانواته بدل ما اضطر ان انا احزف قناة قناة وافضل ادار على القنوات كلها لما لهاش لزمة المزة ده بتوفر علي كتير ان ما تخلى لها هقدر احزف التردد بجامعة خانواته او مجموعة ترددات ما لهاش اي لزمة ومحتاج ان انا احزفها من على الرسوفة والخطوات بالترتيب ان شاء الله عشان احزف مجموعة الترددات باستعرض قائمة القنوات عن طريق زريره لوكي واقف على مجموعة الخانوات او مجموعة الترددات لما لهاش اشارع عامضي واكون مخزنها عند في اي ورقة او مخزنها في الدماغي وعارف ان مجموعة الترددات لما لهاش اشارع هي هي نفس اللي احزفها وبعد كده بضغط ما نرموط على زرار الاوكي واقف على كلمة التركيب واضغط واوكي بعد ما ضغط على المينيو وضغط على زرار الاوكي بعد ما بضغط Hand menu اقف على كلمة التركيب واوضغط اوكي لو تجسم معي كلمة السر بادخل كلمة سيري اربعة سفار او اي كلمة سيري ينحفزها على سف، وبعد كده بقف على خيمة الترددات واضغت واكية، هيscale معايا خيمة الترددات كلها عندها على الشاشة رحيب المجموعة الترددات اللي انا مش محتاجة او اللي محتاجة اعزفها من على سف، واضغت عليها بزرور هوكية هي 위 بزروره، هيظهر جنبها علامة صح. ويبقى انا كده حديدت مجموعة الترددات اللي انا مش محتاجة عندها على رسوفر. وبترى سهلة جدا كل اللي هعمله. هتحرك واجب مجموعة الترددات كلها عن ترى السهم اليمين والشمال او فوق او تحت. واقف على ايها مجموعة الترددات اللي انا محتاج احذفها. باقف عليها وضغط على اوكي. هيزار جنبها علامة صحة ويبقى انا كده بحدد مجموعة الترددات اللي انا محتاج احذفها من على رسوفر. واجه الخطوة اللي بعد كده وبعد ما حددت مجموعة الترددات او الترددات اللي انا هزفها. بضغط من الرمود على الزرار الاصفر وهو الخاص بالحزف. بعد ما بضغط على الزرار الاصفر من الرمود هيزهر مربع او مستطيل مكتوب فيها لتريد الحزف. وعشان ااكد خاصية الحزف بقى اهف على كلمة نعم واضغط اوكي ويبقى انا كده حزفت مجموعة الترددات او اكتر من تردد لمجموعة خنوات انا مش محتاجة على رسفر او محتاجة ان انا هزفها بكامل قنوات. يعني بترأي سهلة جدا جدا اقدر اهزف اكتر من التردد او اكتر من مجموعة قنوات. عن طريق خاصية حزف الترددات. بعد ما بدخل على قائمة المينيو. بضغط على زرار المينيو. واقف على كلمة تركيب واضغط اوكي. هدخل بعد كده على قائمة الترددات واضغط اوكي. ومجرد ما بيزهر لقائمة الترددات اللي قدام حضرات كل وقت. من خلالها بعلم على كل الترددات او بحدد الترددات اللي انا مش محتاجها على رسفر. بزرار الاوكي من الرموت هيزهر جنبها علامة صح. وبعد ما بحدده واختار الترددات اللي انا محتاجة اهزفها. عن طريق زرار الاوكي كل تردد بعلم عليه هيزهر جنبه منه علامة صح. باجي الاخر خاصية عندي. بدغط من الرموت على الزرار الاصفل اللي هو خاصية الحسف. وجهازها يسألنا هل تريد الحفز او هل تريد حسف التردد? كل اللي هعملها وتحرك بالسهم اليمين والشتمال لحد ما اقف على كلمة نعم. واضغط اوكي ويبقى انا كده هزفت التردد بكامل خنواته او مجموعة او مجموعة ترددات بمجموعة خنواتها بطريقة سهلة جدا جدا. وفي الاخر بعد ما بستارت قائمة الخنوات فعلا هلقيني نفس الترددات اللي انا هزفتها بكامل خنواتها اتشلت من عندي او اتحزفت بالكامل بكامل خنواتها من على الرسيفر. ويبقى انا كده هدرت اخصص اللي الرسيفر بتاعي او اخف الحمل من على الجهاز وده هتفيدني كتير ان الجهاز مش هيهنج معي او مش هيحصل عملية تانيك للرسيفر. في نفس الوقت الخنوات اللي مزح مع الرسيفر او خنوات الملاش لازم يبقى انا شلتها بكامل تردداتها. يعني خاصية حسف الترددات مفيدة جدا جدا بالنسبة للرسيفر. وبالنسبة اللي هي انا كمشاهد ان انا بصف القنوات على مجموعة قنوات اللي شغالة او اللي فاتح عندي من غير القنوات اللي هي ملاش اشارة او القنوات اللي هي غير التردداتها وبتراءة سهلة جدا. وبتراءة سهلة جدا جدا سواء الجهاز عندك في البيت او انت في النمو ابتدأ في مجال الاكترونيات هتقدر تتعمل مع اجهزة تسماع تساعة تلات اربعة وكل الاجهزة شباية اللي بتاعتها لنفس المينيو سواء عن تراء البحث او تنزيل القنوات او حسف التردد والحلقة بتاعة النهاردة مفيدة جدا جدا في حسف التردد بالجهاز من القنوات او مجموعة الترددات بكامل قنواتها. كده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.